شارك معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة معالي الدكتور النايث لاحن بارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وناقش الوزراء العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها محضر اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين الأنظمة ومشروع النظام القانون الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس ترجمة نانسي قنقر